شهد رئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح القرية الأولمبية وتدشين قطع بحرية جديدة لقناة السويس هذا وانتقل رئيس السيسي على متن أحد الإخوة التابعة لهيئة قناة السويس عبر المجرى الملاحي لقناة السويس الجديدة إلى موقع الاحتفالية كما شهد الرئيس تدشين قاطرتي عزيمة واحد وعزيمة اثنين التي تقومان بقطر القطع البحرية غير الذاتية الدفع داخل المجرى الملاحي لقناة السويس بالإضافة إلى المعديات كرامة واحد وكرامة اثنين لخدمة حركة المواطنين والمركبات بالقطع الشمالي للقناة بالإضافة إلى المعديتين الأقصر واحد والأقصر اثنين اشتركوا في القناة